وعقب افتتاح المعرض أطلقت فعاليات المؤتمر الرياضي بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من رؤساء الاتحادات والخبراء والعلماء والأكاديميين المتخصصين في مجال الرياضة بمصر والعالم وفي مستهل فعاليات المؤتمر تم التأكيد على أن معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو 2023 يدف إلى مخاطبة المجتمع الرياضي بمختلف مكوناته خطابا علميا متخصصا وذلك من خلال مناقشة جميع الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر والوطن العربي وبحث سبل تعظيم دور الرياضة في الاقتصاد القومي والمجتمع وكذلك التعرف على أحدث الصناعات والاتجاهات العالمية في مجال الرياضة ترجمة نانسي قنقر